السلام عليكم ازاي الحال كيفكم والله مصفات الجيلي وما ادراكم مصفات الجيلي ان شاء الله قربت ان شاء الله قربت يتحرر من ايد الجنجوي الدين والجيش متقدم وكل يوم بتقدموا والنصر قريب يمكن في الويكاين ده خلاص يسيطروا على كله ان شاء الله ان شاء الله هالله ينصروا ويوفقهم في مهمتهم الناس في ناس كده زي اصابوا مالقلق وال يعني استعجال يقول لك ليه وما القصة معقدة يا جماعة القصة ما بالبساطة دي القصة ما بالبساطة دي قلنا اوريكم صورة شفتوا الصورة دي دي صورة لمصفات الجيلي ايام عزها يعني قبل ما يدخلوا في الجنجويد والحرائق والحاجات اللي حصلت عليها شوفوا الشيذا كبير كيف أنابيب وتانكرات بتاعة غاز بتاعة مواد حارقة وفي مساكن جوة وقصص قصص شوفها الممتدة قدر شنو دي صورة يعني من جهة واحدة كده ما جابت كلها يعني فدي مصفة لتكرير المواد البترولية يا جماعة وفيها بترول مخزن وفيها أنابيب جاية من مصادر الابارة البترولية اللي بتدي غزيها في كورلوفان وفي جنوب السودان وفي كده فالحكاية معقدة جدا وحساسة للأسف مصفات الجيلي دي من الأسباب اللي خلت الجنجويد دي اللي يستمروا في قدرتهم على القتال طبعا لأنه ده مصدر لا ينضب من المواد الحارقة والبترولية وهم كانوا مستفيدين منه تماما يعني ولكن شاء الله هالجيش متقدم وهم قابقوا سين أو أدنى من إنهم يسيطروا عليها ويحرروا من أيدي هؤلاء وهم للوقت القاعدين جوة ديال الجنجويد القاعدين جوة ديال ما عندهم مخرج تاني أنا ما عرف زاعة الستة شنو يعني إن شاء الله ما في طريقة لا يجيهم فزع لا يجيهم نصر ولا يعني أي نوع من المساعدة وأرجو ما أرجو إنه ما في واحد من قادة الجيش ديال ولا من الماس مسؤولين ديال يمشي اتفاوض على أي حاجة بيتخص المصفدي أرجو ما أرجو لأنه دي حيكون قمة الخيانة قمة الخيانة ويكون فعلا في غرض من إطالة هذه الحرب إذا كان نحن رجلنا رجل جوة ورجل برة في المصفدي ويجي داس يتفاوضوا ولا يوقفوا دخول المصفى ولا اقتحام وتحرير أرجو إنه ما يحصل حاجة زي دي ويستمر الجيش في خطته موفقين بإذن الله في إنهم يسيطروا على هذه المصفى وبذلك بيكون في معقل مهم من معاقل هؤلاء الخاونة والمرتزقة تم السيطرة عليه وتاني ما عندهم شي تاني فضل شنو سهلا سهلا ساكد ضرب بالطيران ضرب بالمسيرات ضرب قتال حقيقي بعد ذا لكن الديس ديسة جوة المناطق الحساسة دي حيكون انتهى ما في شي تاني ما عندهم حيطة تاني يدسوا فيها فالله يوفق الجيش إن شاء الله وينصروا وينصروا على هؤلاء المرتزقة وهذه الماليشيا ونستعيد بلدنا ونستعيد كرامتنا وعزتنا إن شاء الله دعواتكم والناس بس ما تقلق يعني رجاءا خلوا يعني استيقاتكم كبيرة في جيشكم إن شاء الله والناس اللي أنا شايفاهم بيقاتلوا ديل إن شاء الله ما بيقصروا الخوف من إنه يجي واحد يغرر إنه والله إحنا مفروض نتفاوض ولا حاجة بالشكل دي حتكون قمة الخيان صراحة يعني شكرا لكم ودعواتكم وإن شاء الله هالنصر قريب ولو هذه المصفى تحررت ده موقع أكتر من استراتيجي في اللحظة دي موقع أكتر من استراتيجي بالتوفيق شكرا لكم여